أشهدت بعثة مصر البراليمبية بالتطور الكبير والحضاري الذي لمسته في مدينة العالمين الجديدة كما أعربت البعثة عن سعادتها لالتقاط البعثة البراليمبية المصرية المشاركة في دورة الألعاب البراليمبية باريس 2024 صورتها الرسمية في مدينة العالمين الجديدة مع التطور الكبير جداً اللي حصل في مدينة العالمين ومع المظهر الحضاري اللي موجود في مدينة العالمين بقت محطة أنظار العالم كله وفعلاً ده حقيقي يعني كل الناس بتيجي من أنحاء العالم كله ويجوا في منطقة العالمين والسحل الشمالي وعشان كده احنا اخترنا أن البعثة المصرية الباراليمبية طبعاً حتى أنظار العالم من خلال مهرجان العالمين اللي طبعاً عليه إقبال غير طبيعي يعني هم حاسين مسعادة وفخف أن هم جزء لها تجزأ من الترويج لهذه المدينة الجميلة أنا مش عزيزة أقول لحضرك في خلال ساعتين بس كم الإعجاب من المناظر اللي تم التقاطها على صفحات اللاعبين الباراليمبيين أنا أعتقد أن الوجود للبعثة المصرية الباراليمبية موجودة أنه بيدي لسالة العالم كله أن في مصر هناك مساوية بين اللاعب الأوليمبي واللاعب الباراليمبي وده طبق أصب جميل جداً في نفوس ولادنا اللي إن شاء الله يحفزهم ويعملوا مدنيات كثيرة إن شاء الله في الأدواء الباراليمبية والله هي أجواء مميزة جداً يعني كنا نحن أول مرة نيجي هنا ونصور الصورة الرسمية بتاعت البعثة في مدينة العالمين الجديدة فصورة مميزة إن شاء الله يا ربي يا ربي يكلل بالمجهود إن شاء الله بتاعنا بالنجاح إحنا بنا ثلاث سنين معسكرين المعسكرات دائمة عشان بنستعدي الأولمبيات فربنا يكرمنا إن شاء الله ونفرح شعب مصر لأنهم دائماً هم داعم لنا وهم دائماً واقفين في ظهرنا دائماً إن شاء الله دي أول مرة أجد على مين والحكم إن شاء الله بإذن الله يعني يكون مش آخر مرة إن شاء الله يكون بداية خير إن شاء الله بإذن الله وكانت طبعاً فرصة سعيدة إن إنسان اللي أنا أجد مرة أشوفها وشوف ما شاء الله الصرح الجميل دواد وفي نفس الوقت تكون بنبس البعثة المصرية اللي هتشارك إن شاء الله بإذن الله في مبارلينبياد باريس عشرين أربعة وعشرين وإن شاء الله ربنا يجعلها كده بداية انطلاقها وبداية مداليات كتير إن شاء الله ومفرحكم ومفرح شعب مصر كله إحنا بنستعد الأولمبياد باريس النهاردة في مدينة العالمين بزي الرسمي للبعثة ده حاجة مشرفة جداً وفخرين جداً بالعالمين اللي هي عندنا في مصر والله النهاردة الصورة تصورنا صورة بالزي الرسمي للبعثة وببساطنا جداً بساعدة الوزير اللي كان موجود معنا وطبعاً بنوعد ناس كلها إن شاء الله اللي احنا هنرفع عالم مصر في باريس بإذن الله العالمين يعني بسم الله ما شاء الله يعني حاجة كويسة جداً وده فعلينا لأول قبل البطولة اللي احنا دخلينها داتنا الأول داتنا حيثث وعد كده داتنا طقة إيجارية